مما لا شك فيه أن قاسم سليماني كان ضابط إيقاع حركات وأنشطة الميليشيات الطائفية في العراق والمنطقة يستقدم منها ما يريد ويؤخر أخرى وفقاً للمصالح الإيرانية حالة من التشضي والانقسام أصابت تلك الفصائل المسلحة والميليشيات منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة في ظل بحثها عن كل ما يوفر لها الموارد المالية والنفوذ والسطوة ولعل طهران أدركت خطورة تداعيات انفراط هذا العقد فساعت لإصال رسالة مفادها أن ما يسمى بمحور الممانعة ما زال موالياً لها فظهر قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجزادة خلال مؤتمر صحفي وقد رفع علم ميليشيا الحشد بجانب أعلام فصائل أخرى مثل ميليشيا حزب الله اللبناني والحوث في اليمن وزينبيون وفاطميون بجانب علم السلاح الجو الإيراني وعلم القوة الصاروخية في إشارة واضحة على تبعية هذه الفصائل والميليشيات للحرس الثوري الإيراني مصادر مطلعة نقلت عن مسؤول من هيئة ميليشيا الحشد في العراق أكد فيها أن الهيئة باتت مجرد جهة إدارية لتزديد رواتب عناصر الحشد لا أكثر إذ أن الميليشيات الأكثر قربا من إيران لم تعد ترتبط بالحكومة في بغداد إلا في يوم السادس والعشرين من كل شهر في إشارة إلى موعد تسلم مرتبات هذه العناصر فيما أكدت المصادر نفسها أن نحو 12 ميليشيا باتت متمردة على الحكومة في بغداد ولا يمكن السيطرة عليها وهو ما اعترف به عادل عبد المهدي إذ أكد وجود نحو 5% من الفصال المسلحة لا تأتمر بأمر الحكومة ولربما العدد كان أكبر بكثير لكن الحرج حال دون الإفصاح عن هذا الأمر معهد هيدسون للدراسات الاستراتيجية أكد أن هناك قتالا قادما بين ميليشيات إيران في العراق في ظل سعي مقتضى الصدر ليكون نسخة عن نصر الله في العراق بعد أن همشه سليماني فيما تميل طهران ليكون الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب ذراعها الطائفي الأقوى المعهد الأمريكي سخر من الصمت الدولي على التظاهرات في العراق ودول أخرى وعدم تقديم ما يلزم لدعمها فيما يرى العالم نفسه تلك الميليشيات وهي تتوغل وتوغل بدماء الأبرياء في العراق وفي غيره